موسيقى طيب أنا من زيان بلي طرسوا معين ما كنت صايرة أنا حتى معرفة البداية شو أي ورقة بلقى برصوم فيها حيطة بلقى برصوم فيها موضوع بعيد شديد يعني بفضل استخدم الفرشة في رسمكت من الرصاص بسوصا بعد ما دخلت المعمار لأنه شغلنا أغلب الرصاص ففضلت الفرشة لأنه حاجة سبيشال بالتغيير من شغالي الجامعية أكثر حال بركز على الطبيعة بشغلي أي صورة طبيعية بتاعدي ابني أو مجموع الصور بدمج مع بعض والله أنا أصلا ما قد شارك في معارض نهائي فأول معارض اشتركت فيه كنت مبسوطة شديد كان معارض كان غالرينة فكانت عرفتها يا دبع الفنانين كتار كلهم نفس الاهتمام وكلنا تكلمنا على الرسم كانت حاجة ممتعة شديدة فاليوم ما دي كنت أحس بإنجاز أنه رسمتي كانت كويسة شديدة وكذا يعني سمتعت الشديد كان يوذيك طيب أنا لما أرسم بالجد أن أرسم وخلص الرسمة بحس أني فرقت في أي حالة وحاجة بجد أسرع لنفسياتي شديدة يعني أنا أكون متضايقة أرسم لحاجة أعرفها فبس يعني مستحية تخلى عنها لأي سبب من أسباب ما كان سبب الشيء أصعب حاجة لما أفضل رسمة لأنه دائما البداية بكون ما عارفة الحالة دي هعملها كيف بكون خايفة شديدة مثلا الصفقة دي هعملها كيف الحالة دي هعملها كيف كي لما أبدأ يشتغل الحالة مهما كان تتعامل أنا عارفة أن أتتعامل لكن بكون خايفة بوظفة بكون في خوفة البداية فبس يعني دائما كل مرة بيختار رسمة أصعب من القبلية عشان يكون في تحدي غير جديد يعني وجرب حاجة جديدة والله يقول ما تستنى زول ما تستنى هاي زول يقول لك من أمي أعمل إتا أبدأ بنفسك إتا دائما صاحب نفسك وتطور نفسك ما في زهي يطورك ما مكان والله لأني أنا بعمل حاجة بحبة فأنا عايز أبقى حاجة كبيرة يعني عايز أكون الأحسن بالأحسن نفسي أعمل معلوب براي دي الحالة بتخليني إني ما أتخلص من رسماتي لأنه ما أتنتج كتير يعني دوب ممكن في الصنع طلع رسمة رسمتين بالكتير من اللوحات يعني فما بتخلص منهم لأنه أنا أفكر أول ما يتخرج لازم أعمل معرض براي لازم معرض كده كله يكون معرض إلاك إن شاء الله سنة شكرا